ترجمة نانسي قنقر من خدمات للوكالات والشركات والقنوات العالمية والتقنيات المستخدمة في الإنتاج الإعلامي انطلقت أعمال الدورة العشرين لمنتد الإعلام العربي في إمارة دبي بمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية والعربية وبحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيم وزير شؤون الإعلام الذي شارك في الجلسة الرئيسية بعنوان الإعلام العربي التحولات والتأثير وتناولت الجلسة عدة محاور منها تأثير التطور التكنولوجي على قطاع الإعلام وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام على أهمية تحل الإعلام العربي بمسؤولياته المهنية وتقديم رسالة مؤثرة تحترم مفهوم الدولة الوطنية وتتبنى نهجاً معتدلاً يدعو للوحدة والتعاون وينبذ التطرف وخطاب الكراهية كل هذا التجمع الإعلامي الكبير متشوق كان أولاً لحضور هذه الجلسات وأكيد للقاء لأن بعد غياب أحياناً اللقاء يخلق نوع من أن نكون على تواصل دائم وأن نكون أيضاً نشارك أفكارنا ونشارك حواراتنا ونكون جاهزين للمستقبل فجاء الشعار المنتدى يمكن المستقبل الإعلام ولكن هي جاهزيتنا لما بعد كورونا ومستقبل ما بعد كورونا والإعلام هو جزء رئيسي من هذه النقلة النوعية التي تحدث في العالم وتحدث على مستوى منطقتنا العربية وعلى همش أعمال المنتدى التقى سعادة وزير شؤون الإعلام سعادة السيد محمد الملة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبيل الإعلام وأشاد بالتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتم تبادل وجهة النظر حول سبل تعزيز بيئة العمل الإعلامي الإبداعية من خلال توفير المناخ الملائم لتحفيز المبدعين ورعاية الموهوبين كما التقى وزير شؤون الإعلام عبد الرحيم البطيح النعيمي المدير العام لشركة أبو ظبي للإعلام بالإنابة يرافقه سعادة السيد أحمد المنهالي رئيس شركة لايف للإنتاج الإعلامي الذين قدما لسعادته شرحا عن آلية إدارة عملية الشركة وتم مناقشة المشاريع الإعلامية المشتركة التي يتم العمل عليها حاليا بين الجانبين كما زار وزير شؤون الإعلام مدينة دبيل الإعلام حيث التقى سعادة السيد ماجد السويدي مدير عام المدينة وعدد من المسؤولين لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف مجالات الإنتاج الإعلامي في البلدين وقام سعادته بعدها بجولة في قرية استوديوهات دبي واستوديو الإنتاج السينمائي العالمي للإطلاع على ما يتم تقديمه من خدمات للوكالات والشركات والقنوات العالمية مؤكدا أن هذه الزيارة تعد فرصة طيبة لبناء علاقات إعلامية متجذرة بين البحرين والإمارات والتي تعكس تطابق الرؤى بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر